اهلا بكم طلق أستاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استهل الاتصال بتجديد التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة شعبا وقيادة بمناسبة احتفال المملكة بعيادها الوطنية متمنيا استمرار التقدم والازدهار في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وضف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات السنائية بين البلدين حيث أسنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية والتي تجمع الشعبين والقيادتين وانعكاسها في التطور المضطرد في العلاقات مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات كما تترك الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود الجارية للتواصل إلى وقف لإطلاق المار ونفاذ المساعدات الإنسانية وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيط إذن طلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استهل الاتصال بتجديد التهنئة لمملكة البحرين الشقيطة شعبا وقيادة بمناسبة احتفال المملكة بعيادها الوطنية متمنيا استمرار التقدم والازدهار في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وضف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أسنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية والتي تجمع الشعبين والقيادتين وانعكاسها في التطور المضطرد في العلاقات بين البلدين مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات تم تطرق الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية والتي يعانيها أبذاء الشعب الفلسطيني الشقيق مجاهدين الكرام إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه التقطية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء